السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم مولفلسافة مرحبا بكم فاميلا في فيديو اخر من الفيديوهات اللي نقدمو في القناة دينا اللي هي قناة مولفلسافة اللغفات الفيديو ان شاء الله غدينحونا اضر لكم له موضوع مهم بالنسبة لكم يعني اي واحد ما تم بالدراسة بالخارج سواء في اوكرانيا وروسيا والمانيا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية واي دولة يعني اوروبية او بالخارج بصفة عامة يعني اي واحد ما تم بالدراسة الفيديو كيهمو يعني لك تم تم بها الفيديو دللينا لايك باش ان شاء الله تحفزنا نقدم لكم يعني فيديوهات بخصوص يعني الدراسة بالخارج وكذلك يعني الامر اللي كاتخص توجيه يعني اي واحد في اي دولة عربية سواء الجزائر او تونس او ميصر او العراق او السعودية او غاد الفيديو كيهمك يعني نفس الشرط اللي خصوص تكون فيك في اي دولة كنتي فيها يعني خاصك تحتار معها باش يتقبلين ان شاء الله للميل في ديال للدراسة تعك تعمل تبع الدراسة بالخارج لا تنزوا دعمنا بلايك تعليق واشتراك كيف ما قلت لكم غانảiعتكم مجموعة من النصاح وكدلك مجموعة من الشرط اللي خاصة توفر فيكم فاش ان شاء الله يعني تم القوبر ديال ميل فتاعمى يعني لمتابعة الدراسة في الخارج يعني في الدول الاوروبية وكدلك يعني جميع الدول الخارج والي اول شرط اللي خصوص تعتمد عليه وخصوصيت توفر فيك هو التي تقالى لغت البلد يعني اي دولة مشيت لها يعني من ضرور كي تلبونيك هذا الامر هذا يعني من ضرور يحتل تكونك تقل اللغة وبال Akamatkg يعني لغة اللغة القومية ديال البلد اللي مشيت إليه كروسيا كأوكرانيا كمجمعة من الدول الأوروبية يعني هذا كشرط أول يعني من ضرور خيس تكون كاتقل لغات البلد يعني قبل ما تمشي نمشي والشرط الثاني اللي هو أهم شرط يعني كيعتبره شرط أساسي يعني لكن عندك هذا الشرط هذا إن شاء الله مية في المية غايت تقبل الميل في ديالك اللي هو المصاريف ديال الدراسة أو القدرة المالية يعني كيطلبوا منك مجموعة من الأورق اللي باش تبين يعني بأن عندك واحد القدرة المالية يعني من أجل الساكن وكذلك الإقامة ومصاريف ومصاريف الدراسة اللغة دا كيعتبر شرط أساسي لكن عندك هذا الشرط هذا إن شاء الله الميل في ديالك غايت تقبل مية في المية يعني وخما يكونوش فيك شرط الأخرين اللغة دا كيعتبر شرط أساسي مشي ولا الشرط الآخر اللي خيس يعني تعرفه خيس يعني كناصيحة من يعني منطرور خيس تعرف تواريخ ديالة سجيلة كل الجامعة يعني في جامع الدول الاوروبية يعني لفتي الأخير أجل يعني ما يمكنش تقبل الميل في ديالك يعني منطرور خيس تعرف هذ القادية هذي كذلك مشي والنصيحة الأخرى اللي خيس نعتيها لك وخيس تعرفها ليه أنه خيس منطروري قبل ما تمشي قبل ما تدفع لأي دولة مشي بيتمشي لها يعني منطرور خيس تشوف تقارن يعني الشواهيد والديبلومات اللي حصلت عليها في المغرب ولا أي دولة عربية سواء تونس أو مصر أو جزائر يعني وش معترف بها دوليا معترف بها في ديك الدولة لش غد تمشي يعني كيني مجموعة من ديبلومات ومجموعة من الشواهيد لما ما معترفين ش بيهم في بعض الدول ألغم منطرور خيس تعرف هذ القادية هذي كذلك خيس تعرف شيء آخر هو النمط ديال العيش يعني خيس تعرف بيه أنه نمط العيش ديال بولدة الأوروبية ماشي بحل يعني كي يختلفوا من بلد لآخر يعني منطرور خيس تعرف بأن النمط ديال العيش ديال اي دولة مشيت لها ودرور خيس تقلب على المعلومات ديال يعني في الانترنت يعني تقلب على المدن يعني اللي كيكون فيهم الساكن الرخيس وكتكون فيهم يعني نمط العيش على حسب نمط العيش اللي كاتب غينتا قالوا غاد الأمر يعني من درور خيس تعرفهم وكيف ما قلت لكم الشرط الأساسي هو المصاريف ديال الدراسة اللي هي القدرة المالية يعني لكان فيك شرط هذا رأي ان شاء الله يعني اللي غادي تقبل مية في المية كذلك يعني كنصيحة أخرى يعني من الضروري خاس تحتافظ بالشواهد يعني بالنسخ ديال الأصلية ديال الشواهد والديبلومات يعني باش تفعل الأوروبا يعني تفعلهم غير النسخة مصادقة عليها يعني احتافظ بالشواهد الأصلية لأنك غا تحتاجهم من بعد يعني لقبلوك قالوا غادي شيل الكين يعني مجموعة من نسخة ومجموعة من الشرط اللي خاسكم يعني لتديروا بها وان شاء الله ما يكون الغير الخير وان شاء الله ما الميلف ديالكم غادي تقبل اه لا عجبكم هاد الفيديو حاولوا تديرونا لايك باش ان شاء الله نقدمو لكم مجموعة من الفيديوهات بخصوص هاد الأمر هذا وما تنسوش يعني للناس اللي اجداد اللي اول مرة كيشوفوا الفيديو حاولوا اشتركوا في القناة